بسم الله الرحمن الرحيم اسمحولي طبعاً أرحب بحضراتكم النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي بيعقد بعد اجتماع مجلس الوزراء والحقيقة يمكن يعني أنا وجدت هذا الموضوع فرصة جيدة جداً إن إحنا نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستثمار اللي شرفنا برئاسة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي له مبارح بعد إعادة تشكيل المجلس والحقيقة هذا الاجتماع كان شديد الأهمية والتوقيت الخاص بيه توقيت مناسب جداً عشان يعني الحقيقة فخامة الرئيس الحقيقة بدأ يعني تعليق مهم جداً إن الدولة المصرية النهاردة في مرحلة فارقة وإن إحنا محتاجين كلنا يعني كل الجهات اللي موجودة في الدولة تشتغل بهدف رئيسي وهو مهم وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في المشروعات التنموية للدولة المصرية بتقوم بيها ولابد أن يكون هناك ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية اللي موجودة بهدف شيء واحد إن إحنا نسرع ونيسر من الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص إنه يتولى الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر